طربويا دائما وعكس باقي المتحصلين على شهادة الباكالوريا فقد تفاجأ أحد التلاميذ من ولاية باتنا بخبر نجاحه هذه الأيام وهذا الاعتبارات يوضحها لنا سعيد حريقة في هذا التقرير رأنا أسرة تحركت في القضية هذه من فضلكم أعلى السلطات يتداركون في القضية هذه لأنه مش ممكن يتحملوا أكثر من هكذا بعد تطرق تليفزيون النهار لفضيحة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بولاية باتنا الذي سجل غياب التلميذ رائد ملعب عن امتحان الباكالوريا دورة جوان 2016 رغم أن التلميذ اجتاز جامعة مواد شعبة العلوم التجربية وبعد تحقيقات الإدارية المفتوحة تبين أن التلميذ نجح في نيل شهادة الباكالوريا التلميذ هذا سجل غائب في جميع المواد رغم أنه كان حظر في جميع هذه المواد بعد تقدمنا لسلطات وجهنا نداء عن طريق قناة النهار تم استدراك الأمر فتحت تحقيق وتم استدراك الأمر والقضية انتهت بأنه إن شاء الله إلى ذيك الله غيوسي خوف وحزن تحولا إلى فرحة وولمة طبقها رئيسي الشخشوخة حضرها الأهل والأحباب والأصحاب وكذلك تليفزيون النهار توجه بالشكر الجزيل لقناة النهار الإخبارية قناة المواطن بامتياز على مواكبتنا طول هذا الفترة العصيبة هذه توجه بالشكر إلى موظفي الديوان الجهوي والديوان الوطني لانتحانات والمسابقات الذين وضعبوا على استدراك الخطأ فألف مبروك لعائلة ملعب وبالتوفيق لرائد في مساره الجميعي